هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات السادة مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية أهلا بكم في حلقة تتجدد مساء الأربعاء أسبوعيا حلقتنا اليوم مزيج من القضايا التي تتعلق بالإنتاج الغذائي في مصر وما الغذاء إلا نباتي أو حيواني وما الحيوان إلا دواج أو ماشية أو أسماك من يومين ثلاثة بالزبط خليني أتكلم كده شوية بالبلد في المقدمة دي فاجأتني رسالة على الواتساب من مسؤولة كبيرة جدا في أحد أهم وزارات الدولة الرسالة دي فيها كلام غاية في الخطورة ورسالة وقفتني على شعر راسي الرسالة مجملها بيقول أنا دخلت محل دواجن لقيته فاضي ولقيت سعر الدواجن ب63 جنيه فبقول للناس أرجوكم اللي قادر يشتري بلاش يفتري ويقاطع لمدة شهر احتراما للي مش قادر يشتري تعارف الرسالة دي لو جايا لي من حد عادي أنا كنت قلت ما فيش مشكلة ما فيه نسبة كبيرة جدا جدا من هذا الشعب المكلوم قد لا يعلم حقيقة الأمر المنتج دائما في خانة ظلمة والناس يعيني قاعدين بيرجموا فيه كما يرجم الحاج الشيطان أعوذ بالله يخونا المنتج ده مكلوم ومظلوم منتج الدواجن بالذات تحديدا مع كل كتيبة المنتجين في مصر أركز على منتج الدواجن وهنتكلم عن منتجين آخرين ثلاث سنين بلاش نقول إنه ما كسبش ثلاث سنين يوميا راس ماله بيتعرض للتجريف عنده أدوات ومعدات في مزرعته في عنبره أو في المفرخ بتاعه أو في أي حلقة من حلقات الدواجن بتبقى خردة لأنها بتتأفل وبتضلم وما بتشتغلش طيب راس المال بتاعه راس المال بتاعه خلال تلات سنين إن كم عام مي جنيه النهاردة وصلوا لتلاتين جنيه طيب إيه السبب السبب كله معروف لأي واحد في الدنيا الإتاحة هي أساس الرغد الإتاحة هي أساس السعادة أنت لما تكون السلعة متوفرة عندك وسايبها عايمة للعرض والطلب هتلاقيها يوم بتلاتة ويوم بتلاتة لربع ويوم بتلاتة لربع وده الرنجي الآمن في معدلات الاقتصاد كلها لما يكون فيه تسعير عادل للسلعة اللي بتخص المستهلك الناس كلها تشعر بالأمان يعني إيه تسعير عادل من زمان جدا عندنا رجل بيعمل في مجال صناعة الدواجن اسمه المهندس إهاب الشربيني ياريت الأستاذ محمد أبو عمر جاهزه ليأخذ معامه دخلة بقاله أكتر من سبع تمن سنين وهو عضو في شعبة انتاج بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتج الدواجن في مصر بيقول لهم يا جماعة فيه حاجة اسمها المعادلة السعرية ودي معمول بها في كل دول العالم ما تجوا انطبق المعادلة السعرية على الانتاج الداجيني سواء بيضة أو فرخة يعني إيه معادلة سعرية يعني تعالى شوف طبق البيضة طالع من قد إيه علف طالع من قد استثمارات رأسية اللي هي سعر الأم اللي قعدت 25 يوم بتتربى في العنبر عشان تبيض أول بيضة سعر الكهرباء سعر تكاليف العمالة زائد زائد معروف أسعار التكاليف نشوف الطبق ده تكلف 10 قروش احنا كأصحاب رساميل رؤوس أموال عاوزين من 5 إلى 7 في المية هامش ربح فقط لا غير حطوا على السلعة دي وقولوا السعر التقريبي أو الاسترشادي النهاردة يا اتحاد منتج الدواجن 10 قروش ونص عشان لما ييجي تاجر يرفع عليه السماعة وقول لي عندك بيض أقول له آه عندي بيض بعشر ونص ما يقول ليش لا غصبا عنك سعر التنفيذ النهاردة 8 طب هل ده بيحصل؟ آه بيحصل طيب هتقول لي طيب العنبر بيبيع ليه لما هو بكلف 10 وربع وجايلوا البيع بتمانية أقول لكم يا حضرات السادة المشاهدين أو المستهلكين البيض سلعة لا تخزن أكتر من 4 إلى 5 أيام وفي جو مناسب كمان لازم يبقى عنبر بيسموه التلاجة هو مش متلج ولا حاجة لكن عنبر التهوية بتاعته كويسة بحيث أن عدد رصات ضائل بيض لا تزيد عن 4 إلى 5 رصات كاراتين ليه؟ لأن الكارتونة اللي شايلة البيض من اسمها كارتون ورق مضغوط مقوة ممكن يتعرض لأي رطوبة أو أو إلى آخره فتقوم الكارتونة تهوي أو تسقط على اللي تحتها على اللي تحتها البيض ضا يتكسر طيب لو في ظروف التخزين غير آمنة ودرجة الحرارة والرطوبة إلى الداخل المستودع اللي متخزن فيه البيض معروف اللفظ بتاعنا زمان اللي كانوا الإخوة الإعلاميين من سنتين ثلاثة حاولوا يطلعوا حملة والحمد لله أتت أكلها أتت أكلها أعلمين علينا إحنا لما كانوا بقولوا خلوه يمشش وهم مهمش عارفين حاجة هم بيجي لهم صراخ من المستهلك والمستهلك حقه يصرخ لما السلعة تعلى حقه يصرخ لكن مهم جدا أنك أنت تشوف زي ما بتشوف الإتاحة والسعر البيع للمستهلك فيه خانة فضية لازم المسؤول يبص عليها عشان يطلعها للإعلام والإعلام والصحافة لما يتكلمهم المستهلك على الأقل يبقى عارف الدنيا فيها إيه اللي هي خانة التكلفة يا جماعة الخير على مسؤوليتي وأقسموا بالله العلي العظيم وربنا شاهد علي وده شيء معروف واسألوا إخوانكم وأصحابكم وأريبكم اللي بيربوا في المنازل خمسين فرخة ومئة فرخة واللي كانوا عايشين عليها فترة طويلة جدا قلوا لهم شكارة العلف اللي هي خمسة وعشرين كيلو اللي كانت بميتين جنيه النهاردة تمانها كام شكارة الخمسين كيلو لو موجودة اللي كانت بربعمية وبتنزل الفكة في العروض بثلتمائية وتمانين وتلتمائية وتسعين النهاردة تمانها كام لما سعر الأعلاف يوصل من ستة تلاف وسبع تلاف وميتين جنيه في أقصى سعر له لحد ما يوصل سقف اتنين وعشرين وتلاتة وعشرين ألف جنيه يبقى انت عويزنا طلع لك فرخة بكام طيب يعني ايه فرخة بكام معروفة في كل علماء تغذية الدواجن حتى الإنسان والحيوان معروف حاجة اسمها نسبة التحويل الكيلو العلف لما الفرخة تكله من عمر يوم واحد لعمر مثلاً تمنتاشر يوم بيتحول قد إيه لحم من عمر تمنتاشر لتمانية وعشرين نسبة التحويل بتبقى كم من تمانية وعشرين لتلاتة وتلاتين لخمسة وتلاتين وده المفروض الحد الاقتصادي لزمن التربية في التسمين الفرخة ممكن تكلها يا جماعة الخير تلاتة كيلو ونص أربعة كيلو علف لما الأربعة كيلو علف دول يطلعوا لك اتنين كيلو ونص قايم بريشه بمصارينه بحاله حي على الميزان يبقى كيلو تكلف كام هيساعدني بعد إذنكم تاني أرجع للمعادلة السعرية المهندس إهاب الشربيني هو بطل لفظ المعادلة السعرية في مصر ولو إنه كمان من أمانته بيقول للأمانة مش أنا اللي طلعته دانا اللي تبنيته وهو له أصل شخص تاني أنا نسيه ألوه السلام عليكم عليكم السلام مهندس إهاب إزاي حضرتك أهلا بيك إزاي حضرتك الله يبرك فيك أنا النهاردة بيني وبينك الضيوف اللي كانوا جايين لي في الحلقة تأخروا عليها شوية فقلت الحمد لله عندي ربع ساعة تلتساعة ومص ساعة أرغي فيها شوية عن حدوتة اللي طلع الأيام دي الدعوة أو اللي أنا سميتها الجمرة الخبيثة وكتبها في مقال إن شاء الله تنشر خلال أيام في جريدت الوطن وجريدت الأرض مقاطعة الدواجن الجمرة الخبيثة لو سمحت عاوزك تكلمنا عن الموضوع ده وتكلمنا عن المعادلة السعرية وأثارها عشان إحنا مورناشا لأن إحنا نوعي المستهلك المكلوم بس